أسئلة وتدريبات على الوحدة الأولى السؤال الأول اختر علامة صواب أو علامة خطأ رقم ألف السياحة الداخلية تتم داخل حدود الدولة أحسنت رقم باء التجول في الصحاري سياحة طرفيهية أحسنت لأن التجول في الصحاري سياحة تسمى سياحة السفاري رقم جيم تقل في مصر السياحة الدينية أحسنت لأن السياحة الدينية في مصر كثيرة رقم دال تعتمد سياحة المؤتمرات على إقامة المهرجانات الفنية أحسنت حيث تعتمد سياحة المؤتمرات على إقامة المؤتمرات المختلفة رقم ها تتنوع أشكال السياحة في مصر أحسنت رقم واو لا تهتم الحكومة المصرية بتنمية السياحة أحسنت أحسنت تهتم الحكومة المصرية بتنمية السياحة السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية رقم ألف تنقسم السياحة إلى نوعين هما سياحة نقط وسياحة نقط تمام سياحة داخلية وسياحة خارجية رقم با تقوم السياحة العلاجية في الوادي الجديد من خلال نقط تمام من خلال الدفن بالرمال الساخنة رقم جيم تقع محمية رأس محمد في نقط تمام في جنوب سينة رقم دال يعمل بالسياحة والأنشطة المرتبطة بها نحو نقط في المئة من السكان تمام تسعة واثنين من عشرة في المئة من السكان رقم ها نهتم بالتنمية السياحية عن طريق نقط ونقط ونقط تمام عن طريق زيادة أعداد السائحين وزيادة المنشآت السياحية والتنمية السياحي السؤال الثالث بما تفسر رقم ألف وفود السائح الأوروبي لمصر شتاء الإجابة وذلك للاستمتاع بالدفء والهروب من البرد الشديد في أوروبا رقم باء ازدهار السياحة البيئية في مصر وذلك بسبب تنوع البيئات المختلفة في مصر كالبيئة الساحلية والصحراوية وغيره رقم جين تأثير السياحة على توزيع السكان في مصر الإجابة لأن المناطق السياحية ترتفع بها الكسافة السكانية حيث توفر فرص عمل لكثير من الشباب رقم دان اهتمام مصر بالسياحة البيئية الإجابة وذلك لتشجيع وتنشيط السياحة المختلفة في مصر السؤال الرابع ما النتائج المترتبة على رقم ألف حسن معاملة الشعب المصري للسائحين الإجابة أدى ذلك إلى مجيء السياح إلى مصر مرات كثيرة رقم با تعدد الآثار الرومانية والإسلامية في مصر الإجابة أدى ذلك إلى تنوع السياحة الثقافية في مصر رقم جيم تعدد الآثار الفرعونية الخلابة في مصر الإجابة أدى ذلك إلى جذب السياح إلى مصر من جميع جهات العالم رقم دال ما النتائج المترتبة على زيادة أعداد السائحين في مصر أدى ذلك إلى زيادة الدخل القومي وزيادة فرص عمل للشباب السؤال الخامس ماذا يحدث إذا رقم ألف كان مناخ مصر غير معتدل الإجابة لن يأتي السياح وخاصة الأوروبيين إلى مصر رقم با ماذا يحدث إذا زاد الاهتمام بسياحة الغطس والبطولات الرياضية الإجابة سوف يزيد عدد السياح المهتمين بهذه الرياضات المختلفة في مصر رقم جيم ماذا يحدث إذا نجحت جهود التنمية السياحية في مصر الإجابة الإجابة سوف تنشط حركة السياحة في مصر وسوف يزيد عدد السياح في مصر ترجمة نانسي قنقر